السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم صديقاتي صديقات بومبوني كروشي في كل مكان. النهاردة هنتكلم في مكملات الشنطة. مبسوطة جدا في بنات كتير خلصت. وهم اللي استعجلوني بصراحة. انا كنت ناوي استنى لما اخلص الشنطة. بس واضح ان انا اللي اتأخرت هم خلصوا برافو عليهم. آآ مبسوطة بهم جدا جدا. فقلت لازم اكمل علشان معطلهمش. وعلشان نشوف الانتاج بتاعهم بسرعة. فالنهاردة هنعمل آآ فتحات الشنطة. اللي هنركب فيها الحبل والشراشيب. هنعمل الحبل. هنعمل الشراشيب. هنعمل دراع الشنطة. الفيديو مهم. آآ الحاجات المكملات دي هي تعتبر روح الشنطة. آآ مجرد ان احنا عملنا القاعدة وعملنا الجماب الشنطة لسه ناقصها كتير. رغم ان احنا خلصنا الجزء الاكبر من الشغل. لكن اللي باقي هو اللي بيديها الجمال والرونك بتاعها. فخليكم معايا هنشتغل النهاردة الحاجات دي ونخلصها. عشان اللي عايزي خلص الشنطة مش عايزين نعطله. وعايزين نتفرج على شغله. اللي يخلص الشنطة ياريت يبعثي آآ السور بتاعتها. يبعثي على جروب آآ تيليجرام على الفيس آآ جروب بمبوني كروشيه. آآ يبعثي على صفحتي على الرسائل. هسيب لكم كل اللينكات دي في صندوق الوصف تحت. آآ اتمنى تركزوا معايا النهاردة. واللي ما اشتركش لسه يشترك. واللي هيعجبوا الفيديو يعملي لايك. ويشيروا على صفحته ياريت ياريت. علشان آآ كل الناس تستفيد من آآ الفيديوهات بتاعتنا. نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتجي بفتحات الشنطة. هنعتبر ان الشنطة دي خلصانة. واحنا هنعمل لها الفتحات بتاعتها. هي لسه طبعا. آآ بس انا عملها آآ علشان اشتغل فيها آآ بسة جزء شوية آآ بس هنعتبر ان هي خلصت. وهنعمل لها فتحات الشنطة. هنعمل ايه? اولا انت بتشوفي هتعملي كم فتحة آآ بنعمل ثمن فتحات او اتناشر فتحة. تمام? آآ ثمن فتحات او اتناشر فتحة على حسب حجم الشنطة. بنحددهم على حسب حجم الشنطة. لو الشنطة المقاس العادي اللي احنا بنعمله ده آآ يبقى ثمن فتحات حلوقة وعليها. ممتاز يعني. آآ لو الشنطة حجمة اكبر بنعمل اتناشر فتحة. علشان الحبل يبقى لامم الشنطة كلها. طيب. آآ بنحسبها ازاي? هنقسمها ازاي? بنشوف احنا عندنا عدد غرز الشنطة كام غرزة? وبنقسمهم على تمانية. تمام? طيب. احنا شنطتنا آآ لو آآ الناس اللي اشتغلت معايا نفس البترون آآ شنطتنا متين وعشرة. الناس تانية اشتغلت بترونات تانية عملاها متين واربعين. آآ طيب. هنقسمها ازاي? بتشوفي عددك ايا كان. آآ وتقسميه على تمانية. تمام? هنفترض مثلا ان هي متين واربعين. على التمانية يبقى فيها تلاتين. طيب تلاتين يعني اعمل ايه في التلاتين دول? هقولك. احنا بنعمل آآ الفتحة مسافة آآ خمس غرز. الفتحة مسافتها خمس غرز. يعني بنعمل خمس غرز في الهوى ونسيب تحتهم خمس غرز فضيين. تمام? يبقى التلاتين دول من ضمنهم الخمس غرز والباقي غرز عادية. الخمسة وعشرين. يبقى انا هشتغل خمسة وعشرين غرزة عادية وخمسة للفتحة. خمسة وعشرين غرزة عادية وخمسة للفتحة. وهكزا لحد ما خلص الشنطة. هتلاقي عندك تمن غرز متقسمين على مسافات متساوية. عندك العدد اي كان يقسميه على تمانية. طب نفترض ان العدد ما بيقبلش الاسم على تمانية زي المتين وعشرة. آآ قلنا لو هي متين وعشرة مسلا ما بتقبلش الاسمة على تمانية. هنعمل ايه? هنقربها لقرب رقم ديها. يعني متين وعشرة لما نقسمه مع التمانية هتطلع آآ ستة وعشرين وفيه غرزتين زيادة. خلاص تمام. يبقى انا نقسمها ستة وعشرين. خمسة للفتحة. وواحد وعشرين غرزة حشو عادية. آآ خمسة للفتحة. واحد وعشرين. آآ بعد ما عمل اربع فتحات مسلا ممكن اعمل بدل الواحد وعشرين اتنين وعشرين. في مرة. المرة الاخيرة برضو بدل الواحد وعشرين اتنين وعشرين. هتبقى اتوزعت آآ بشكل لطيف على الشمطة. مش هتعمل لنا مشكلة ابدا. طيب آآ اعمل ازاي بقى الفتحات? هنشوف مع بعض. بسم الله. احنا تقريبا آآ عملنا الواحد وعشرين بتوعنا. هنعتبر ان احنا عملنا الواحد وعشرين. طيب الخمسة بنشتغل ازاي? بصي معايا. بسم الله بيت تشتغلي. ما بتنزليش في آآ الغرزة بتاعة الشنطة. انت بتدخلي بالابرة تحت الخيط اللي انت مسكاه. تحت الخيط. وقبل ما توصل للشنطة. بتدخلي من تحت الخيط كده. وتاخد اللفة بتاعتك. وتقفلي الغرزة. ادي واحد بتدخلي من تحت الخيط. تاخد الخيط بتشتغلي على الخيط بتاعتبريه هو الغرزة اللي بتدخلي فيها. الخيط بتاعك هو اللي بتلفي حواليه. ادي تاني غرزة. بنعمل ايه? ما بندخلش في الشنطة. بندخل من تحت الخيط. ناخد لفة ونطلع. ادي الغرزة رقم تلاتة. تلمي غرزك ما تبقاش بعيدة عن بعضها. ادي اربعة. وادي الخامسة. تمام كده? ادي الخامسة. طيب انا بعد ما عملت الخامسة اشتغلتهم على الخيط. اعمل ايه? ادخل بابرتي فين? هنا. هنعد تحت خمس غرز. زي اللي فوق. بدلهم. بدل الغرز اللي فوق. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وادخل في رقم ستة. اعمل الغرزة اللي بعدها. تمام كده? اشتغل واحد وعشرين غرزة بعدها. واحد وعشرين غرزة. وبعدين اعمل الفتحة اللي بعدها. كده هتتقسم معي بشكل مزبوط ومتوازن على الشنطة كلها. اعمل واحد وعشرين غرزة وخمسة فتحة. واحد وعشرين غرزة وخمسة فتحة. هتبقى معي في الاخر بالمنظر ده. ادي الفتحة بتاعتي عملتها آآ مناسبة للحبل. علشان ما تبقاش واسعة قوي. وما تبقاش ديقة قوي. يشد فيها هو داخل هو خارج. لأ. هي كده مناسبة لي. شكلها جميل. السطر اللي بعده. تخلصي السطر بتاعك. بنفس الشكل. السطر اللي بعده. بتشتغلي عادي خالص فوق الغرز. زي ما كنتي شغلة بقية الشنطة على الغرزة الخلفية للغرزة اللي تحتها. عادي خالص. نشتغل فوق الفتحات دي. نكمل بقية التلاتين سنطة اللي هم طول الشنطة. تمام كده خلصنا فتحات الشنطة. تمام? هنكمل بقية السطر على نفس النظام اللي عملناه. وهتبقى معانا الفتحات بالشكل ده. طيب هنعمل ايه ثاني? هنعمل الحبل بتاع الشنطة. انا الحبل بعمله آآ بالابرة بالكروشيت. آآ بغرزة اسمها غرزة السلسلة المركبة. آآ فيه طرق كتير طبعا للحبل آآ فيه مبروم آآ فيه تعمل مكرامية. فيه بيتعامل آآ بالآ بالدسك. لكن آآ انا بصدل طريقة الابرة. آآ اسرع وآآ وامتن. وآآ مريحة بصراحة. آآ اسرع بكتير. طيب تمام. آآ بنعمله ازاي? انا بعمله آآ على عدد خيوت كتير. علشان يبقى متماسك. يبقى آآ تخين شوية ما يبقاش آآ رفيع. عايزها يبقى يتحمل آآ الاستعمال والغسيل من غير ما يتبهدل بما ان الشنطة آآ بتستحمل الشنطة تعتبر شنطة العمر يعني آآ آآ لازم يبقى كل حاجة فيها تستحمل زيها. ما ما تبقاش الشنطة متينة وكويسة والحبل بازة او او فك. او الشرشيب آآ بازت في الغسيل آآ او الدراع فك منها. لأ انا عايزة كل حاجة فيها تبقى متينة و ومتمسكة آآ علشان تعيش مع الشنطة. وكل ما تعيش يبقى شكلها احلى ما تبقاش اتبهدلت او بن عليها آآ الاستعمال والعمر يعني. فأنا علشان بس الخيوط بتاعتي مشبوكة في الشنطة فانا هعتبر ان الخيوط دي هي الوان الشنطة. آآ بعمل ايه? بجوزها على عدد كبير من الفتل. آآ مسلا مسلا انت طبعا اعمليه بالحجم اللي يعاكبك. آآ انا كده هعمله هنا على ستة. هبقى محتاجة ستة كمان زيهم. لو هشتغلهم بستة فاتلات هعوز ستة كمان زيهم. طيب هنشتغلهم ازاي? هنشوف. انت ممكن تشتغليهم زي ما تحبي بالعدد اللي يعجبك. آآ طبعا بنشتغلهم آآ بالعدد ده بنجيب لهم ابرة مناسبة ليهم. يعني انا مش بشتغلهم طبعا بالابرة اللي اشتغلنا بها الشنطة. انا بجيب ابرة كبيرة تناسب حجم الخيط اللي انا هشتغل. عشان عايزة الحبل يكون آآ سميك. طيب آآ بعمل ايه? اول ما ببتدي بسيب مسافة كده علشان دي آآ بعد كده اللي هربط فيها آآ الشرشيب. هسبت فيها الشرشيب. هربط كده رباط عادي. عاملها كده. تمام? وعندي هما ستة وستة. اي الوان اي آآ عدد زي ما تحبي انا هوريكي بس الطريقة ازاي? وانتي عمليها بالشكل اللي رياحك يعني. آآ آآ الغرزة ازاي? انا بمسك آآ آآ حبلين كده. ده اللي هشتغله سلسلة. ده اللي هشتغله سلسلة اللي هلفه على ايه دي. طيب ده هعمل بي ايه? هقول لك. انا في السلسلة العادية ببتدي كده. واشتغل سلسلة عادية كده. طيب المركبة دي شكلها ازاي? بيبقى شكل السلسلة عامل ازاي? بيبقى شكل السلسلة كده. تمام? مبططة. مبططة. منت انفعش بتبقى حبلي يعني. انا انا شايفة ان هي آآ آآ اقل من هي بتكون حبل. سلسلة عادية لكن آآ مش قوية. تمام? طيب انا هعمل ايه دلوقتي? لأ. هبتديها ازاي? اهي. بعمل كده واشتغل. انا مفروض باخد لفة واخروج من الغرزة. لأ. قبل ما اخد اللفة. انا بمسك دول بايدي من هنا عشان ما يلفش معي. قبل ما اخد اللفة دي هلف ده على الابرة. كده. وبعدين اخد اللفة بتاعتي. اطلعها من دول. واطلعها من ده. تمام? هعمل ايه تاني? لف دي على الابرة. وبعدين اخد لفة وطلعها من الغرزتين. بلف دي على الابرة. يبقى كده عندي على الابرة. اخد لفتي واطلع من الغرزتين. تمام? اخد لفة واطلع من الغرزتين. بلف على الابرة فوق الابرة. كده. واخد لفة واطلع من الغرزتين. تمام? بمشي على كده لحد ما خلص الحبل بتاعي كله. ويبقى شكله بالمنظر ده. شايفة كده شكله بقى عامل ازاي? بقى مجدول بقى حبي. بتلف فيه في اي اتجاه بيديكي شكل السلسلة. اي اتجاه يديكي شكل السلسلة. بدل ما هي كانت آآ مبططة آآ زي طبقة واحدة. انتنا طبر عملنا طبقتين مشبوكين في بعض. بقى مبروم. ليه سمك. على عدد الخيوط اللي هتستعمليها هيكون سمكه. فانت كل ما تحب تخليس اسمك بتزودي عدد الخيوط بتاعتك. وزي ما بتزودي عدد الخيوط اللي بتشتغلي بيها هنا. بتزودي عدد الخيوط اللي بتلقيها على الابرة عشان يكون متناسق مع بعضه. آآ بيبقى متين. آآ شكله جميل ومناسب جدا للشنطة. آآ بيستحمل طبعا مع الاستعمال والغسيل. آآ لانه مجدول بالابرة زيه زي غرز الشنطة بالزبط. فدي بصراحة طريقة مفضلة بالنسبة لي. آآ طبعا انت لو بتفضلي طريقة تانية آآ زي ما تحبي. ولو حبيتي الجرابي دي هكون مبسوطة طبعا لما شوف الشغل بتاعكو معمول بيها. كده تمام كده خلصنا الحبل. بعد ما بعمل الحبل. بعمل ايه? الحبل بعمله طوله متر. عايزة تزودي شوية. عايزة تقللي شوية حسب راحتك. انت بتشتغلي وطول ما انت بتشتغلي بتقسيه على الشنطة. بتدخليه من فتحات الشنطة. وبتقسي الجزء اللي طالع. آآ وصل كده عدى من كل الفتحات وطالع منه جزء المناسب. آآ برا الشنطة. تمام? لسه بتزودي شوية. آآ بتعمليه بالطول اللي ينسبك. بس هو غالبا بيكون طول متر مزبوط. تمام? بعد ما بتخلصي الحبل بتسيبي جزء زي اللي سبتيه في الاول ده وهو هي تنسيه. وبنقصش الخطة على طول. ده لسيب جزء زي ده. بعمل برضو روباط زي ده كده. واسيب جزء زي ده علشان برضو اربط فيه الشرشوبة التانية. تمام كده? طيب كده خلصنا الحبل. وان شاء الله يطلع زي الفل مزبوط. طيب تمام. هنتكلم في ايه تاني دلوقتي? هنتكلم في دراع الشنطة. دراع الشنطة لطرق كتير قوي. اربع طرق. اربع طرق لطريقة عمل دراع الشنطة. اولهم طريقة الشغل تبسري زي شغل الشنطة. تمام? اه طريقة سهلة ومريحة. ما بتختلفش عن شغل الشنطة في حاجة كعندك بطرون وبتشتغليه. كل الفرق انك في الشنطة بتشتغلي بقري ما بتقطعيش الخيط. نهائي. في الدراع انت بتشتغلي بشكل مسطح. فمضطرة ان احنا نقطع كل سطر ما بنخلصه. بنقطع الخيط ونرجع نبتدي من الاول تاني. علشان ما نحطش نفسنا في في ان احنا نشتغل وش وضهر. علشان الرسمة تظبط معايا وتطلع آآ مظبوطة وشكلها آآ مناسب. فبنبتدي السطر ونخلص وبعدين آآ نقص الخيط ونرجع نبتدي من الاول تاني. وبنشتغل على حسب بطرون. البطرون ده آآ زيه زي بطرون الشنطة بالزبط. انت بتنقل بطرون اللي يعجبك. هسيب لكو آآ اشكال منه على الصفحة. اللي تحب يعمل اي شكل آآ براحته. آآ هسيب لكو اشكال كتيرة. المناسبة. آآ ايه الاشكال المناسبة? اللي هي آآ الرسمة جاية في عدد السطور اللي انا محتاجها. طيب الدراعة بتكون مقاساته ايه? او مواصفاته ايه? آآ لو هتعمليه كده تبسري. بنعمله عشر سطور. من تسعة لعشر سطور زي ما ما ييجي معاك يعني. آآ بيبقى عرضه مناسب جدا. بيعمل تقريبا عشرة سنتي. آآ تسعة سنتي. حلوة قوي. آآ عايزة تعرضيه اكتر. عايزة تقلليه اقل تمام حسب احتياجك يعني. لكن ده المتوسط بتاعه. اي كلام بقوله في المقاسات ده للمتوسط. انت عايزة تعملي مقاسات تانية تنسبك براحة تكتبها. آآ طوله طيب بيكون قد ايه? طول الدراع من متر آآ لمتره تلاتين. ده طب بيتحدد حسب ايه? بيتحدد حسب مقاس الشنطة. آآ مقاس البنوتة اللي هتنسك الشنطة. آآ آآ ممكن تكون هي قصيرة شوية. فما عملش الدراع طويل وتبقى الشنطة بتخبط في رجليها وهي ماشية. يعني دي حاجات بديهية لازم ارعيها. ما بقاش آآ واخد كلام بنفزه من غير ما بقى فهمة. لا. آآ ماشي الدراع ممكن يكون مية وتلاتين. بس لو البنوت قصيرة شوية لازم اقصر الدراع شوية. عشان يناسبها. تمام? آآ آآ دلوقتي هنعمله. بطريقة الكروشيت. طريقة التبستري. يبقى هتشتغلي طولك اللي انت عايزاه مية وعشرين مية وتلاتين زي ما تحبي. في عرض آآ تسعة او عشر سطور اللي هو هيبقى آآ تقريبا عشر سنتي. طيب الطول المية وعشرين او مية وتلاتين بيطلع تقريبا بشغلنا بالخيط بتاعنا هنشتغله بالخيط بالمكرامية الدعم زي ما احنا شغالين في الشنطة بالزبط لان انا عايزة الدراع يكون متين ومتماسك. مش هشتغله خفيف. انا عايزاه نفس خامة الشنطة. اختلفش عنها. تمام? آآ آآ بنقول ان احنا هنشتغله آآ آآ طوله بيكون كام غرزة? طوله المية وعشرين مية وتلاتين بتعمل معاك تقريبا من متين واربعين ل متين وخمسين آآ غرزة حسب مقاس الابرة اللي انت شغالة بيها. آآ دي مواصفات الدراع لو هنشتغله كروشي. طيب. طيب. ايه الانواع التانية? فيه نوع مكرمية. بيشتغلوا بطريقة عقد المكرمية. طريقة دي آآ جميلة ورسومتها رائعة. آآ جميلة جدا جدا. وماتين جدا جدا. لكن آآ انا في رأيي الشخصي ان هو بياخد وقت. آآ معرفش آآ الناس بتشتغل مكرمية ممكن يكون بالنسبة لهم مش هياخد وقت ولا حاجة لان هم اديهم اسرع واخدين عليها. برضو بيعتمد على خبرتك فيه. آآ لو ايدك سريعة فيه واخد على شغل مكرمية. يعمليه مكرمية هيبقى جميل بالنسبة لي. آآ هو بالنسبة لي بياخد وقت. آآ شغل الدراع بطريقة التبسري اسرع. اسرع كتير. آآ آآ حتة انك علشان تعمليه مكرمية. لازم قبل ما تشتغلي بتقصي الخيط بمواصفات معينة. يعني انك لو عايزة تعملي دراع طوله متر بتقصي الخيط بتاعك سبعة متر. لو هتعملي الرسمة بتاعتك آآ اللون بيتكرر اربع مرات او ست مرات. انت كل مرة من الاربع مرات بتقصي سبعة متر سبعة متر سبعة متر سبعة متر وتسبتيهم علشان تشتغلي عشان يطلع لك دراع متر. آآ قصة انك ممكن تقصيهم سبعة متر وتشتغلي. يطلع مش الطول اللي انت كنت عايزاه او يطلع اقصر شوية يطلع اطول شوية. آآ بتهدري خيط. آآ انا شايفة انك لما تشتغلي تبسري من ضمنه مميزات شغل الدراع بالطريقة دي كمان انك مش بتهدري خيط. انت تبتدي شغل ولما بتخلصي السطر بتقصي الخيط. يبقى انت اللي خدتيه قد اللي اشتغلتي به مفيش حاجة تهدرت منك ولا آآ اتبهدلت. فدي ميزة لشغل الدراع بطريقة التبسري. طيب آآ ايه الطريقة التالتة? احنا قلنا شغل التبسري طريقة والمكرمية طريقة. الطريقة التالتة طريقة النول. نول الشريط. آآ الطريقة دي ممتازة جدا. جدا. آآ رقية جدا. يعني الدراع بيطلع شكله آآ تحفة. آآ فيها رسومات كتير جميلة. آآ آآ بتبقى خمته رائعة. لكن آآ للي عنده نول. يعني بيتطلب ان يكون عندك نول. آآ يعني لو عندي نول انا مش هعمل الدراع غير بطريقة النول. لكن آآ لما ربنا يريد ان شاء الله نجيبه. آآ اللي عنده نول وهيقدر يشتغله يبقى ممتاز او. الطريقة الربعة والاخيرة للدراع الشنطة هي الطريقة الاصلية بتاعة آآ شنط آآ الموشيلا. آآ الطريقة دي لها فيديوهات كتير على النت لو انت حابت تابعيها آآ وفيه بنات كتير بتعمله آآ وبيطلع جميل بصراحة معاهم آآ ديها متطلبات آآ انك لازم تلف الخيط آآ وتبرميه نفس برمة الخيط المكرمية آآ لازم يبقى نفس السمك نفس البرمة الجامدة دي آآ كمان ليه ابرة لو مش عندك بتعمليه بابرة التنظيف البلاستيك العادية آآ لكن هو آآ انا بشوف آآ رأيي الشخصي انه آآ متعب متعب كتير بياخد وقت كتير آآ وكمان مع الاستعمال الدراع بيريح بيطول آآ مش بفضلها بصراحة الطريقة دي آآ لكن لو انت حابة تعملي بيها في فيديوهات كتير انا ممكن اجيب لكم منها آآ في بنات كمان بيعملوا منه آآ كتير آآ آآ ممكن لو حد حابب انه يجيب دراع منها كده آآ او يوصيهم يعملوله دراع بالوان الشنطة بتاعته آآ ممكن طبعا اديكم اسماء البنات دي آآ واقول لكم مين ممكن يكون بيعملهم آآ بس مش من الطرق المفضلة بالنسبة لي لان ما حبش ان الدراع مع الاستعمال آآ يريح مني وآآ ومقاسه يختلف انا عايزة للشغل ثابت آآ طريقة التبسري آآ الدراع ثابت ثابت ما بيتغيرش آآ آآ الرسومات جميلة آآ في الوقت آآ 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 نفس خيامة الشنطة لاني هدخل معاه آآ آآ خيط المكرمية كتدعيم زي الشنطة بالزبط فأنا بشوف انه مناسب جدا بشغل الشنطة آآ 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 ب 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 بألوانه بأشكاله آآ آآ يعني حباب صراحة وبفضله كتير فأنا هعمل طريقة التبسري طريقة الشغل بال بالابرة آآ آآ ممكن فيما بعد نعمل مثلا الشنطة الجاية نعمل طريقة المكرمية عقد المكرمية لكن النول لما جيب النول ان شاء الله الطريقة الاصلية اللي هي طريقة المشيلة انا آآ آآ مليش فيها فا آآ دي مش هقدر اوعد كوبية فا آآ كده نقدر نبتدي بطريقة التبسري نقدر آآ نقول هنمشي ازاي. طيب آآ هنبتدي بنفس الخيط ده. انا هنا آآ رسمت بطرون. عندي صور كتير لي ممكن اجيبها لكم. آآ وانزلها على الصفحة. البنات اللي كانوا بيسألوا آآ اجيب البطرون ازاي? فيه عندك آآ تطبيق آآ البنترست على الجوجل بلاي. ممكن تنزليه. آآ بتسجلي في آآ آآ اسمك. آآ ممكن تدخلي عن طريق الفيس. يعني هو فيه طريقة تسجيله. انك تكتبي الاميل بتاعك والباسورد. او آآ يدخلك عن طريق الفيس. فدي اسهل طريقة يعني. تدخلي عن طريق حسابك في الفيس. آآ آآ المهم بتسجلي فيه وتدخلي. آآ بيبقالك صفحة بتسجلي عليها كل الصور اللي نفسك فيها. وقت ما تعوزيها تدخلي تلاقيها آآ بتدخلي تكتبي اسم اي حاجة انت عايزاها وتعملي سيرش بتطلع لك ملايين الصور. بطرونات كتير جدا 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 صور الشنط آآ اللي معمولة آآ كتير جدا. فيه منها ليه بطرون نازل وفيه منها من غير بطرون ما حدش عمل له بطرون دس. فآآ آآ فيها كمية صور رهيبة. آآ تقدروا تتنزلوا اللي يعجبك وتشتغلوه. آآ لو عايزين نعمل فيديو عن آآ آآ ازاي تدخلي وازاي تدوري على على الصور. آآ ممكن نعمله. آآ آآ ابقوا اكتبولي ده في التعليقات. لكن آآ آآ انا البطرونات اللي تنفع لدراع الشنطة بالمقاسات اللي احنا عايزينها اللي هي في حدود تسع او عشر سطور آآ آآ عرض للدراع آآ ممكن آآ اجيب لكم صور كتير منها واختاروا الصور اللي تعجبكم. انا اخترت الاتنين دول مؤقتا. او ممكن نعمل الشكل ده او الشكل ده. زي ما تحبي. يعني ده انا شايفة انه لون واحد. بس بنكرره. طيب ممكن التكرار التاني اعمله لون تاني غير ده. لون تاني من الوان الشنطة. انا الشنطة بتاعتي بيج وكحلي ولبني. طيب انا ممكن اعمل الارضية بيج زي ارضية الشنطة. الغامق ده كحلي. يبقى انا عملت جزء كحلي. الجزء اللي بعده التكرار اللي بعده اعمله لبني. تمام? ممكن اعمل السنبوكسل اللي في النص كحلي. واللي حواليها لبني. ابداعي فيه زي ما انت عايزة. حدش هيقول لك لأ. انا بصراحة دراع الشنطة يعني بطرون الشنطة ببقى مجبرة ان انا التزم بي. اجي ان دراع الشنطة فرصتي الوحيدة ان انا اسيب خيالي يعمل اللي هو عايزه فيه. فانت كمان ابداعي فيه براحتك يعني. اه بنعمل ايه في دراع الشنطة? احنا قلنا ان كل سطر انا ببتدي بالخيط واخر السطر بقص الخيط. طيب بقص الخيط من على الحرف? لا. بسيب جزء علشان يبقى امان للدراع انه مايفكش وفي الاخر خالص بضفره بشكل جمالي في الشنطة. طيب تمام? انا هنا هعمل مثلا الشنطة هبتدي الدراع اه باللون الاخضر مثلا. اللون الغامل. تمام? هنفترض ان ده لون الشنطة يعني. اه ابتدي ازاي? انا ببتدي كده. انا همشي بطول الدراع. مش همشي كده. همشي كده. نعم مش همشي كده ان انا انا همشي وش 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 مش همشي وش وضهر. فمش همشي كده واقص الخيط. انا مشي كده واقص الخيط. مش هينفى. انا همشي بطول الدراع عشان يبقى الخيوط اللي انا هدفرها بعد كده على جنبين الشنطة. لما ثبت الدراع تبقى على الجنبين. تمام? طيب. ابتدي ازاي? ابتدي بسلسلة بطول الدراع. هعمل سلسلة بطول متر وعشرين او متر وتلاتين زي ما انت عايزة. طيب. نقول بسم الله. ابتدي السلسلة ازاي? سلسلة عادية جدا. طيب هبتدي منين? هسيب جزء. هسيب جزء آآ حوالي مسلا انت عشرة سنتي. مسلا. تمام? وابتدي السلسلة بتاعتي. اعمل سلسلة. افضل اشتغل وقيس اشتغل وقيس لحد ما توصل معايا لمتر وعشرين متر وتلاتين المقاس اللي انا محتاجين. طيب. آآ ازبط العدد على ايه? على عدد البطرون اللي انا هشتغله. تمام? انا عندي هنا البطرون كان اتنين وعشرين غرزة. البطرون عشان اكمل الرسمة بتاعتي دي اتنين وعشرين غرزة. طيب اتنين وعشرين غرزة. انا بشوف عدد السلسل اللي انا عملتها في المتر وعشرين. انا عملت سلاسل آآ من غير معد لحد ما وصلت المتر وعشرين. جميل? بعد الغرز بتاعتي. آآ غالبا هتكون من متين واربعين لمتين وخمسين. حلو? حاول ازبطها على انها تبقى آآ نفس عدد البطرون. او زبطتها. وطلع مسلا فيها عشر غرز زيادة. مش هينفع نعمل جزء من البطرون. طيب اعمل ايه? اسيب خمسة فضين في اول الدراع وخمسة فضين في اخر الدراع. لون واحد يعني ما اشتغلش فيهم. فضين يعني مش هعمل فيهم رسم. تمام? سادة. يبقى انا زبطت عددي. اتنين وعشرين. هكررهم مسلا عشر مرات بمتين وعشرين غرزة. تمام? هيتبقى معي مسلا آآ عشرين غرزة. مش هينفع نعملهم بطرون لانه هيبقى ناقص غرزتين. العشرين غرزة عمل فيهم ايه? عشرة في اول الدراع سادة وعشرة في اخر الدراع سادة. تمام كده? ما فيهاش اي مشكلة دي انتي بتزبطي دراعك براحتك. والمقاسات بتاعته الرسومات بتاعته بتناسب آآ كل مقاسات الدراع. انتي ممكن تزبطي عددك براحتك. طيب نشتغل السلسلة لحد مقسنا كده لقناها بقت مية وعشرين. عدناها طلعت كام? طلعت ميتين وعشرين. ميتين وثلاثين. حلو. يبقى اقدر اعمل البطرون? اقدر اعمل البطرون. والغرز الزيادة اقسمها على طرفين الدراع سادة وسادة. بس اقسمهم بالنص علشان يبقى زي في الاول في الاخر. تمام? طيب. انا اشتغلت السلاسل بتاعتي وخلصت. كده. هنفترض ان دول المية وعشرين صنطي. حلو? طيب هعمل ايه? ابتدي الدراع ازاي? انا هحط فيه خيط مكرمية زي الشنطة. تمام? اعمل ايه? هبتدي بخيط المكرمية ادخله من بداية الشغل. زي الشنطة بالزبط. من اول سطر. تمام? تمام. طيب. ادي خيط المكرمية. طيب خيط المكرمية بس? لا. انا عندي الشنطة. الدراع هشتغلوا كام لون? انا هعمل لونين? هعمل تلاتة. هعمل عشرة. كله يدخل مع بعضه كل سطر. لاني مش هقول هدخل السطر ده هسيب السطر ده وادخل السطر الجاي. لا مش عايزة يبقى سطر خفيف. وسطر تخين. هيبقى شكل الدراع وحش. انا عايزة كل الدراع يبقى متماسك زي بعض. تمام? هسيب جزء. علشان ده هدفره مع الخيط في اخر الشغل. وانا بركب الدراع. ادي بداية السطر عندي. قبل ما دخل اسيب بحطة. تمام? ادي انا هعمل الشغل باللون ده. وهدخل معاه لون كمان. يعني ده هيبقى لون الرسمة. عايزة اللون اللي هيبقى لون الارضية. هدخل مسلا الاصفر. يبقى الاصفر والمكرامية يدخلوا مع بعض. وامسكهم بايدي كده. وانا بشتغل. حلو? ادخلتهم اهو. وهدخل انا في الغرزة. بسيب غرزة. وادخل في اللي بعدها. تمام? اهي. سبت غرزة. سطر حشو عادي. بسيب غرزة ارتفاع. وبدخل في الغرزة اللي بعدها. اهي. ادي غرزة اللي هسيبها. واده غرزة اللي هدخل فيها. اهي. اخد اللفة واشتغل? لا. اخد من تحت الخيب. عشان يبقى دخل معاي. اهي دي. الغرزة بتاعتي. تمام? اشتغل بقى على كده. الغرزة التانية. الغرزة التالتة. وخلص السطر بنفس النظام. اهي دي. زي شغل الشنطة بالزبط. انا اول سطر عندي كله من لون الرسمة. اللون الغامق سادة. اهو. كله سادة. لحد ما اخلص الجزء اللي انا عملاه. سواء آآ 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 متين غرزة. متين واربعين. متين وعشرين. زي ما هيطلع معايا. انا هشتغلوا كله. اخلصوا. طيب بعد ما اخلص السطرة هعمل ايه? هنقص الخيط. اقصوا ازاي? هنشوف مع بعض دلوقتي. ايه دي? تشتغل. في الحلقة الخلفية بتاعة السلسلة. طيب وانا شغالة. هتلاقي الخيط بيمسك في خط المكرامية. خط المكرامية بيمسك الخيط بتاعك. اريحه علشان الغرز ما تبقاش من كشكشة. اهي. تمام كده? بص هيبقى الدراع بسمك ايه? سمك وناسب جدا لانه يستحمل الشيل والحط والغسيل وهتبقى رائعة. ايه دي? الغرز بتاعتي. خلصت. تمام كده? معايا خط المكرامية والخط الاصرى مفيش حاجة بينه من وره. تمام? اهو. داخل معايا. والشغل نضيف من وره. دراع الشنطة مش هيددارة زي جوه الشنطة لما بشتغلها. ضهر الشغل هيبقى باين زي وزي وزي وش الشغل في دراع الشنطة. لازم يبقى نضيف وشكله حي. وتبقى الرسمة فيها تبقى انجوش زي الظهر. ايه دي? خلصت. فرضا ان ده المقاس اللي انا عاوزاه انا كده خلصت ودي اخر غرزة معايا في السلسلة بتاعتي. بعد ما خلصت. اعمل ايه? ادي خلصت اهو الشغل بتاعي. قبل ما اقصه وقبل ما اعمل حاجة هريح الشغل علشان خط المكرمية يبقى مناسب للطول بتاعي. مبقاش. لامم الشغل. وبعد ما اقص ايه جفرد. هلاقي الخط اصير ومعدي من الشغل. لأ. اهو. بريح. وازبطه. تمام كده. بقى مريح. بقى مظبوط. خلصت. ااخد ورزة سلسلة في الهوى. ودي الطول بتاعي اللي انا كنت سايبة منه جزء في الاخر. اقص اد ده. اقص ازاي اهو? اقص ايه? هقص الخط اللي شغل بيه? ولا هقص المكرمية? ولا هقص خط الحشو? هقص كل الخيط. كده. تمام? اديني قصيت الخيط بتاعي. واسحب دي اطلعها. حلو كده? ادي الخيط. المكرمية اعمل عقدة بسرعة قبل ما الفك مني. حلو كده? ادي الدراع بتاعي. ادي اوله. زي اخره. اشتغلت الجزء ده. وبسيب في الاول جزء. وفي الاخر جزء نفس المقاس بتاعه. حلو كده? طيب. اعمل ايه? السطر التاني. ايه دي خيط المكرمية. اربط الطرف اللي هشتغل عليه. تمام. ايه دي الابرة بدخلها. فين? في اول غرزة. انا كان عندي سلسلة هنا. عملاها ارتفاع. تمام? بدخل فيها. في الحلقة الخلفية بتاعتها. وبرضه هعمل سلسلة ارتفاع. بسيب جزء من الخيط. اهو. ما بابتديش من على الحرف. بسيب جزء يساوي الجزء اللي انا سيباه في البداية. اهو. وابتدي من جوه. اعمل ايه? قبل ما اعمل السلسلة هياخد خيط المكرمية. هسيب جزء بطول الخيط بتاع هعتبرها آآ شرشيب. هسيب جزء بالطول ده. الخيط الاصفر معايا برضو. كل الخيوط معايا كل سطر. تمام? طيب. ابتدي ازاي بقى? نسكت كل الخيوط في ايدي. المكرمية والخيط الاصفر. تمام? اهو. ادخل. من تحت الخيوط. الخيوط في ايدي. بدخل اهو. من تحت الخيوط كده. وامسك بايدي التانية الخيوط بتاعتي. اهي. بدخل. ااخد غرزة واعمل. الغرزة الاولانية دي كأنها رباط للشغل. واخد غرزة السلسلة بتاعتي. تمام? وابتدي في اول غرزة حشو. اعمل غرزة حشو. الثانية اعمل غرزة حشو. اهو. اشتغل شغلي العادي في الحلقة الخلفية. بشوف رسمة البطرون. انا دخلت في السطر التاني. تمام? السطر التاني. بعمل ايه? تلاتة غامق. وتلاتة فاتح. هدي اول البطرون عندي. تلاتة من اللون اللي انا شغالة بيه الغامق اللي هو الاخضر. وتلاتة فاتح اللي هو الاصدر. تلاتة غامق. ايه دي التالتة. وتلاتة اصفر. زي ما بمشي بالزبط في شغل التبستري. في شغل الشنطة. وتلاتة فاتح. تمام? طيب. بعد كده في ايه? واحدة غامقة وتلاتة فاتح. بالزبط بالزبط شغل البطرون انا ما بغيرش في اي حاجة. واحد غامق وتلاتة فاتح. هتلاقي الرسمة بتتكون معاك. عدم تخلصي التسع سطور او العشر سطور اللي انت هتعمليهم. هتلاقي الرسمة معاك واضحة وجميلة. كل الفكرة في الدراع انك تاخدي بالك في الاول تسيبي جزء ده علشان يبقى ده يعتبر امان للدراع. ما خدش الشغل على حرص الخيط. اسيب ده امان بشغل الدراع. بعد كده هدفره مع بعضه. بعد ما اخلص اسيب الجزء اللي في الاخر. زي ما سبت في الاول. كل الفكرة فيه انك تخلي بالك وانت بتبتدي وانت بتنهي وبتقصي الخيط. لكن شغل الدراع نفسه هو هو شغل الشنطة ما فيهوش اي اختلاف. بتشتغلي كده. رايح. مش رايح جاي. رايح بس وتقصي الخيط وترجع الجيبي رايح تاني وتقصي الخيط. بتشتغل البطرون دايما من على اليمين. كده. وتخلصي السطر اللي بعده. وتخلصي ادي. اول سطر. تاني سطر. تالت سطر. كله بتبتدي من على اليمين. كده. وتقطعي الخيط. كده. وتقطعي الخيط. لحد ما تخلصي التسع سطور بتوعك. ونخلص الدراع بتاعنا. وبعد ما نخلصه ونعمله هنجيب ازاي نثبت الدراع في الشنطة. برضو هعملكو دراع صغير كروكي كده. آآ علشان اوريكو طريق التثبيته في الشنطة. عشان اللي يخلص. انا مش عايزة اهبط عزمتكو. اللي خلص يكمل بقية الشغل بتاعه ويخلصه. ويوريني آآ الشغل الجميل والشطارة. هنخلص الدراع ونيجي علشان اوريكو ازاي هنثبت الدراع في الشنطة. دينا خلصنا السطر الرابع من الدراع. طيب نشوف شكله بدأت الرسمة تبان معايا. بدأت الرسمة تبان وبدأ الشغل يظهر. شايفين الدراع سمكه؟ شايفين عامل ازاي؟ نفس سمك الشنطة بالزبط. طيب هيبقى شكله كده مع اختلاف الطول طبعاً. احنا هنعمله دراع طويل. طيب هيبقى شكله كده بشرشيبه اللي من قدام دي ومن وره. زي بعض بالزبط. تمام؟ بعمل ايه؟ هنشوف مع بعض السطر الخامس. هنعمل ايه؟ انا بدخل الخيط الاصفر. اهو. هنحط الشغل كده قدامك علشان تعرفي تشتغلي صح. ومن غير ما تنسي تسيبي الحرف. قادي الشغل قدامك. بتعملي ايه؟ بتحط الخيط كده من بداية الخيط بتاعك من هنا. بداية الخيط بتاعك هنا عند بداية الخيط الزيادة اللي انت بتسيبيه من قدام. هنحطه فوق الشغل. بدخل ايه تاني خيط المكرمية. نفس الطريقة. احطها كده. تمام؟ الخيط اللي هشتغل بيه. اهو. نفس الطريقة. برصهم. يعني دي طريقة حبيتها ورهالك علشان ما تتلخبطيش في الخيوط الكتير اللي انت مسكها في ايدك. ما تبقاش بالنسبة لك مشكلة. ادي الخيوط. انت حطتيهم قدامك. تمام؟ اعمل ايه بقى؟ بتدخلي. انت بتدخلي هنا. في السلسلة الاولان ايه؟ اول سلسلة خالص. اللي هي قبل اول غرصة. دي السلسلة الارتفاع. تمام؟ حلو. احنا هنا اهو. زبطين الخط بتاعنا كده. بعمل ايه؟ بشيل كل الخط مع بعضه من عند نقطة البداية اللي هي نقطة اول غرزة. حلو؟ كده. تمام؟ وبحطهم فوق الشغل بتاعي. هبتدي بايه؟ هبتدي بالاخضر كده. والخط كله في ايدي كده. اهو. انا دخلت في الغرزة. ادخل من تحت الخيط. حل؟ مسكة كل الخيوط في ايدي. مفيش حاجة متكعبلة. مفيش حاجة بتلخمني. لأ. كله مظبوط. اهو. ان انا حكمة المسكة بتاعتهم. ادي. السلسلة الارتفاع. والسلسلة اللي بعتبرها رباط او عقدة بداية للخيط عشان ما يفوقش. طيب تمام. هشتغل ايه؟ ادي. الغرزة الاولانية بتاعتي. وهشتغل الاصفر. اتنين. وواحدة اخضر. واحدة اخضر. تمام؟ وبعدها تلاتة اصفر. اتنين. تلاتة. بعد التلاتة. الاصفر تلاتة اخضر. تلاتة اخضر. تمام؟ دي واحد. اتنين. تلاتة. طيب. هعمل ايه؟ هعمل خمسة اصفر. انا كده تقريبا وصلت لنص الرسمة. ده السطر الخامس. تلاتة. اربعة. خمسة. اقرر اللي عملته. تلاتة. اخضر. اللي عملته هنا. هعمله الناحات تاني. طبعا انت بتتبعي مع البطرون بتاعك. بتمشيك بنفس العدل. تلاتة. اخضر. وبعدين تلاتة اصفر. واحد. اتنين. تلاتة اصفر. هعمل ايه بعد كده? فاضل ايه? فاضل. واحدة اخضر. والباقي اصفر. واحد. اتنين. تلاتة. واخر واحدة معينا. لونها اخضر. تمام كده? تمام. خلصنا السطر. اهو. بعمل ايه بعد ما خلصت السطر? بفرد شغلي. شايفين? الرسمة بانت. شكلها تحفة. اهي. كده. بفرد شغلي. بفرد الخيوط بتاعتي. واجيب المقص بتاعي. واقص الخيوط. من بعد الخيوط اللي بسيبها. وبسرعة. قبل ما انسى. اربط المكرامية. علشان ما يفكش. واشد الغرزة دي. غرزة الرباط. تمام? تمام. نخلص بقية الرسمة. فاضل فيها اربع سطور. طب يا جماعة كده هنكمل دراع الشنطة. بالمقاس اللي احنا قلنا عليه. آآ نخلصه براحتنا. هياخد معانا آآ شوية آآ وقت كده. آآ كملو براحتكم. الرسمة اللي تحبوها. هسيب لكم رسومات كتير على الصفحة. آآ اعملوا الحبل بتاع الشنطة. اعملوا فتحات الشنطة وكملوا بتلاتة سنطير اللي فاضلين فيها. هنخلص كل ده. وهاجي اثبت لكم الدراع في الشنطة مع الشرشيب في فيديو لوحدهم لان كده الفيديو هيبقى طويل وانا مش عايز اطول عليكم. آآ حتى يبقى اسهل في رفعه على القناة. آآ انتظروني ان شاء الله المرة الجاية نسبت دراع الشنطة. آآ ونعمل الشرشيب ونسبتها في الحبل. آآ ما تنسونيش اشتراك لايك شير آآ كومنت. عايزة القناة تنتشر آآ لكل اللي نفسه يتعلم الشغل بتاعنا. آآ شوفكوا على خير. مع السلامة.